شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذل لنات وزينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر كتب عليكم الآخرين فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نهدى للناس وبينات من الهدى والفقار شهر رمضان 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 نهدى للناس وبينات من الهدى والفقار شهر رمضان 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 ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العثة وليتكبروا الله على أمه هذاكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب داعة داع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفف إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا أشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم حاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أمو عليكم بينكم بالماطر وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامني حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم